ثم بيّن الشيخ لنا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ذرٍ فقال له اتق الله حيث ما كنت اتق الله حيث ما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله حيث ما كنت التقوى واتبع السيئة الحسنة تمحها يبقى الرعاية لأن أن أكون متذكراً دائماً ومتيقزاً لما يحدث مني يحتاج إلى رعاية يبقى دي رعاية رعاية الحقوق واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن حسن الخلق